صارت أموال قطر في عهد تميم بن حمد حراماً على القطريين إلا أن خزائنها مفتوحة على مصرعيها لأمراء الإرهاب وقادتها وعلى رأسهم أردغان فالإمارة الخليجية التي تأن من واقع اقتصادي مزر بفعل تدعيات فيروس كورونا ومن قبلها المقاطعة العربية لا تضع الأموال في حسبانها حينما تنفق على الإرهابيين حتى وإن كان هذا الإنفاق السخي سيؤدي لاتخاذ إجراءات تقشف بحق مواطنيها أو تسريح عملة وتقليل نفقات حكومية وهذا ما حدث ففي تركيا كلما اشتدت حلقات الانهيار الاقتصادي كانت قطر قبلة أردغان وخزائن الدوحة هي المعينة والسند له والداعم لمقامرة الدم التركية هكذا كانت في سوريا وليبيا وأخيراً في قراباغ حيث تساند تركيا بالسلاح والمرتزقة أذربيجان في مواجهة أرمينيا بحسب تقارير دولية وهذا ما يفسر الزيارات المتبادلة بين تميم وأردغان وقادة نظاميهما ما بين الدوحة وأنقرة فيما يشبه غرام الأفاعي مليارات قطر المغموسة في دم الأبرياء تخرج من خزائن الدوحة إلى جيوب أردغان وأتباعه تحت لافتات الاستثمار والمشاريع والعقود العسكرية والتجارية والتي ليس لها أي مردود اقتصادي على البلدين لأنها في الحقيقة سطار لنقل الأموال الداعمة للإرهاب حدث ذلك من قبل حينما منح تميم رعيه أردغان 15 مليار دولار في 2018 وخرج الأمير القطري يكتب على تويتر أنها حزمة ودائعة ومشاريع استثمارية لتركيا في محاولة مكشوفة للكذب على شعبه وقبل ثلاثة أشهر من الزيارة الثانية لأردغان إلى الدوحة في زمن كورونا وقع مع تميم ما قيل أنها اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية لم تنعش اقتصاد تركيا الذي يحتضر لتكشف بجلاء عن أين ذهبت الأموال وفيما كانت الاتفاقيات ترجمة نانسي قنقر